السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناة موزي موريكو روشي النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض برتوفيه سهل جدا وسريع بغرزة جميلة جدا وبسيطة ان شاء الله يا رب تعجبكم وهي غرزة الحشوة في الحلقة الخلفية طريقتها سهلة جدا بالنسبة للناس المبتدئين والفكرة اللي احنا هنشتغل بيها النهاردة او الطريقة اللي هنشتغل بيها تقدر تطبق ايها وتعملي بيها حاجات كتير جدا ممكن تكبر المقاسات وتعملي شنطة بمقاس كبير ممكن تعملي مقلمة ممكن تعملي شنطة مكياج بالمقاسات اللي انت عايزها لها استخدمات كتير جدا وهنشوف كمان في الفيديو بتاع النهاردة طريقة جديدة ومختلفة لعمل البطانة للبرتوفيه والجيوب ان شاء الله يا رب تعجبكم هشتغل معاكم النهاردة بخيط مكرمية مصري وسط وهشتغل بابرة رقم اربعة ونص طبعا انت تقدر تشتغل باي نوع خيط انت حباها مع الابرة المناسبة لي هبدأ اعمل سلسلة البداية بسيب كده خمسة سنتي في بداية الخيط وبعمل عودة البداية بالشكل ده وهشتغل سلسلة البداية بمقاس ستاشر سنتي انا عايزة عرض البرتوفيه بتاعي او المقاس بتاعه من تحت آآ تمنتاشر سنتي فباشتغل سلسلة البداية بمقاس ستاشر سنتي لازم تقلل اتنين سنتي آآ عن المقاس اللي انت عايزها عشان بعد كده ما نشتغل على السلسلة دي غرس حشو المقاس هزيد معايا وهنشوف المقاسات برضو مع بعض واحنا شغالين ببدأ كده بسم الله واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هكمل لحد ما وصل لمقاس ستاشر سنتي وارجع لكم اشتغلت كم سلسلة انا اشتغلت يا جماعة عشرين سلسلة هنشوف المقاسات مع بعض بالمزورة العشرين سلسلة مقاسهم ستاشر سنتي بالزبط زي ما احنا شايفين كده تمام آآ هبدأ بعد كده ارتفع سلسلة كمان اللي هي ارتفاع لغرز الحشو اللي انا هشتغلها بارتفع سلسلة كده وبفوت السلسلة اللي انا ارتفعتها دي اللي هي الارتفاع وبدخل على سلسلة رقم عشرين في الحلقة الخلفية هشتغل عدد آآ من غرز الحشو اللي هو عشرين غرزة حشو على العشرين سلسلة اللي انا بدأت بيهم. بدخل في الحلقة الخلفية كده بسحب خيط بقى معي لفتين بسحب وباطلع منهم الاتنين. دي غرزة الحشو. الغرزة التانية بسحب خيط بقى معي لفتين بسحب وباطلع منهم الاتنين. كده اتنين تلاتة أربعة غرز الحشو بالشكل ده كده. هكمل لحد ما وصل لأول سلسلة ونرجع نشوفها نكامل ازاي. انا كده اشتغلت تسعتاشر غرزة حشو يا جماعة بالشكل ده. وصلت لاخر غرزة عندي او اول سلسلة انا بدأت بيها اشتغل فيها تلاتة حشوة مع بعض. في نفس المكان. واحد. اتنين. تلاتة. يبقى انا كده عملت التزايد في الغرزة دي اشتغلت تلاتة مع بعض. في نفس المكان. هبدأ ارجع بالجنب التاني. وهيقض الخيط بتاع البداية ده معي تحت الشغل عشان هنضف شغل اول باول. وبرضه هشتغل على طرف واحد من سلسلة. تمام? بدخل كده تحت فتلة واحدة. اللي هو الطرف الخلفي بقى بالنسبة لي دلوقتي. وباشتغل غرز حشو. وصاد كل غرزة غرزة واحدة بس. بالشكل ده. هكمل كده لحد ما وصل لأول غرزة انا بدأت بيها. وارجع لكم تاني. انا كده اشتغلت يا جماعة غرز حشو لحد ما وصلت الاول غرزة انا بدأت بيها اهي. هبدأ اشتغل معها في نفس المكان. غرزتين حشو مع بعض. واحد اتنين عشان اكمل الغرز يبقى عندي العدد بتاعي تلاتة. يبقى انا كده عندي هنا تلاتة وهنا تلاتة. تمام? انا هبدأ اشتغل آآ بشكل حلزوني. يعني مش هقف وهقفل السطر خالص بمنزلقة. بشتغل دائر ما يدور كده بشكل حلزوني عشان ما بنش عندي الافلات بتاعت السطر او الفرق بتاع الشغل. هو هشتغل في الحلقة الخلفية. نشوف المقاس برضو مع بعض كده. بعد ما اشتغلنا سطر آآ من غرز الحشو. المقاس بتاعي بقى تمنتاشر سنتي بالزبط. وده المقاس بتاع البرتوفيل اللي انا عايزاه. تمام? هنبدأ نشتغل اول غرزة عندي اهيه. من غير مرتفع ولا اقفل بمنزلقة ولا اي حاجة خالص. بدخل على طول في الحلقة الخلفية. وبشتغل اول غرزة حشو في السطر التاني. معي لفتين. بس حبب بطلع منهم الاتنين. حابة ان انا احط علامة عشان آآ اعرف بس قفلت السطر بتاعي في انهي جنب. ومش هنقلل علامة دي هسيبها مكانها على طول. طبعا انت لو عازت تنقليها في كل السطر معاك ما فيش مشكلة. ببدأ ادخل بقى على كل الغرز. عندي آآ الغرز اهيه. حرف الفي ده. بسيب الامامية وبدخل في الخلفية. كل الشغل هيبقى كده. في الحلقة الخلفية بشتغل غرز حشو. وطبعا على نفس عدد الغرز عندي آآ عدد الغرز عندي تلاتة وتلاتة ستة. تمام? وعندي هنا تمنتاشر وتمنتاشر ستة وتلاتين. يبقى آآ الغرز كلها اتنين واربعين غرزة حشو. هبدأ اكمل على كل الغرز بالشكل ده كده. شايفين غرزة الحشو ايه? بدخل في الحلقة الخلفية وبشتغل غرز حشو. بالشكل ده. هشتغل كده تاني سطر معاكم لحد ما وصل للعلامة وبعدين ارجع لكم تاني. انا كده خلصت السطر التاني من غرز الحشو برضو اتنين واربعين غرزة حشو. كده هشتغل على نفس العدد لحد ما خلص البرتوفيه بتاعي من غير اي تزايد او تناقص. آآ بقلب الشغل كده عشان اباين القعدة بتاعت البرتوفيه. هيبقى الشكل عندي كده. ده شكل القعدة. تمام? مش هنقفل السطر بمنزلقة ولا اي حاجة خالص. هنبدأ نشتغل برضو بشكل حلزوني. انا قلت لكم ان انا هسيب العلامة مش هشيلها خالص. ببدأ على طول في اول غرزة وباشتغل غرزة حشو. وببدأ اكرر بقى لحد ما وصل للمقاز بتاع البرتوفيه. الارتفاع اللي انا عايزاه. بدخل في الحلقة الخلفية برضو. وباشتغل غرز حشو على كل غرزة غرزة. يبقى انا عدد الغرز بتاعي اتنين واربعين غرزة. هستمر عليهم لحد ما وصل للارتفاع بتاع البرتوفيه اللي انا عايزاه. هيبقى الشكل عندي كده. عندي لغرزة الحشو اهي. بدخل في الحلقة الخلفية. وكل الشغل هيبقى في الحلقة الخلفية. بالشكل ده. طبعا انت لو عايز اتعرضي القعدة بتاعت البرتوفيه. آآ انا اشتغلت سطر واحد بس عملت فيه تزايد هنا تلاتة وهنا تلاتة. ممكن تشتغل انت كمان سطر تاني آآ عادي خالص حشوة عادي مش مش في الحلقة الخلفية ولا حاجة. وبتعمل تزايد على التلاتة دول بتعمل عليهم آآ كل واحدة عليها اتنين هيبقى عندك ستة. وستة في الجنب التاني. انت لو عايز البرتوفيه واسع والقاعدة بتاعته عريضة. لو عايز تشتغلي بنفس المقاس اللي انا اشتغلت به. يبقى الطريقة اللي احنا شفناها مع بعض دي. هستمر كده هعمل معاكم السطر ده كمان لحد العلامة. وبعدين ارجع لكم تاني. انا كده وصلت اخر السطر التالت وصلت للجنب اللي فيه العلامة. الشكل بدأ يبان معايا. دي القاعدة بتاعت البرتوفيه. بالشكل انتو شايفينه ده. وده من جوة. الغرزة ان شاء الله شكلها جميل جدا. هبدأ اكمل بقى بنفس الطريقة. باشتغل آآ في الحلقة الخلفية برضو على كل الغرز من غير مقف ولا اعمل افلات ولا اي حاجة خالص. طريقته سهلة جدا يا جماعة. ما فيهاش اي مجهود. بالشكل ده كده. هنحط العلامة زي ما قلتلكم عشان اعرف بس الافلات بتاعت السطر بتاعي بينتهي فين وبيبتدي منين. تمام? هكمل كده لحد ما وصل الارتفاع بتاع البرتوفيه بتاعي اللي انا عايزاه. ونرجع نشوف المقاسات مع بعض وهقول لكم برضو انا اشتغلت كام سطر. انا كده اشتغلت يا جماعة بالطريقة اللي شفناها مع بعض لحد ما وصلت الارتفاع البرتوفيه بتاعي اللي انا عايزاه. اللي هو عشرة سنتي. هنشوف المقاسات مع بعض بالمزورة. وطبعا انت لو عايزة تزودة عن كده او تصغري حسب ما انت عايزة. المزورة بتاعتي اهي بنشوف المقاسات مع بعض عشرة سنتي بالزبط. من اول سطر حشو اشتغلناه اللي هو في القعدة لحد فوق. تمام? اشتغلت تسع السطور من غرز الحشو بعد سلسلة البداية. آآ بقى شكل القعدة عندي كده. آآ اول سطر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. تمام? طبعا لازم تتأكد ان هنا عندك في الجنب ده تسعة سطور. وفي الجنب التاني تسعة سطور بالزبط عشان آآ يبقى الشغل بتاعك مزبوط. آآ هنوقف شغل عند الجنب اللي فيه العلامة. زي ما قلتلكم حطيني العلامة عشان نعرف آآ بداية السطر ونهايته. آآ بكده نكون خلصنا البرتوفيه بتاعنا. هنبدأ نبروز ده الشكل من جوة. هنبدأ نبروز الفتحة بتاعة البرتوفيه بغرزة منزلقة. آآ غرزة من الغرز الجميلة اللي بنبروز بها الشغل بتاعنا. هتخلي الفتحة بتاعة البرتوفيه متماسكة. آآ ما توسعش معها الاستعمال بسهولة. وبيبقى كمان شكلها حلو. الغرزة بتبقى في الوش كده من قدام. ما بتبقاش فوق. وبتدي كمان سمك للآآ لاخد سطر ده بتخليه عريض شوية. آآ هنشوف مع بعضها هنعملها ازاي. انا بدخل تحت اول غرزة عندي في السطر اهي. بدخل بقى تحت الغرزة كلها تحت حرف ال V كده. آآ بسحب خيط. وبعدين بسحب من الحلقة اللي على الابرة. دي غرزة منزلقة يا جماعة للناس اللي مش عارفة. بدخل تحت الغرزة كلها تحت حرف ال V بسحب خيط. وبعدين بطلع من الحلقة اللي على الابرة كمان بالشكل ده. وبقرر على كل الغرز لحد ما وصل لآخر السطر. بدخل تحت حرف ال V كده بسحب خيط. وبعدين بسحب كمان من الحلقة اللي على الابرة. اشتغل معاكم كام غرزة عشان نشوف الشكل بتاعها. هيبقى الشكل بتاعها كده. شكلها جميل جدا. وبتبقى قدام كده او في جنب الشغل ما بتبقاش فوق. شايفين الجزء اللي احنا اشتغلناه بقى عريض ازاي? انا هتكمل كده على الفتحة كلها لحد ما وصل آآ لآخر غرزة وبعدين نرجع نكمل مع بعض. انا كده خلصت يا جماعة السطر بتاع غرز المنزلقة البرواز بتاعي على فتحة البرتوفيه بقى شكله كده. شايفين آآ اخر سطر اشتغلت عليه بقى شكله عريض ازاي? وده شكل الغرزة من الجام او من الوش بتاع البرتوفيه. وطبعا الفتحة بقيت متماسكة معايا. بالشكل ده. آآ هبدأ آآ اشيلي العلامة طبعا عشان مش هحتاجها خلاص. وهنبدأ نعمل آآ هوريكم طريقة عمل ايد للبرتوفيه او اللي بيسموها العليقة آآ بنفس الخيط. من غير مقص الخيط ولا حاجة. طبعا انا البرتوفيه اخد شلت خيط مكرمية. فاضل فيها شوية صغرين دول. هنعرف مع بعض طريقة عمل الايد بتاعت البرتوفيه. وبعد كده نشوف هنكمل ازاي. انا عندي اخر غرزة انا اشتغلتها اخر غرزة منزلقة. بالشكل ده. باجي في الغرزة اللي تحتها. الغرزة دي اخر غرزة منزلقة اها. باجي في الغرزة اللي تحتها دي كده. وبسحب الخيط ده. بسحبه كده البرة كده. وهبدأ اشتغل بيه برضو. وهو آآ معايا من جوه. هو عندي من جوه اهو. نحطه كده جوه البرتوفيه. نفرض ان ان انت معاك شغلة خيط لسه آآ فيها كتير. بتسحب بنفس الطريقة كده. وهنبدأ نعمل عدد من السلاسل. آآ طبعا المقاس اللي انت عايزها. فارتفع كده عدد من السلاسل. واحد اتنين تلاتة. اربعة. هكامل كده لحد ما وصل لعدد معين او خلص الجزء اللي معايا بتاع الخيط ده. ونرجع نشوف هنقفل الحلقة دي ازاي. انا كده اشتغلت يا جماعة عدد من السلاسل طبعا انا الخيط معايا مش هكافة ان انا اعمل الايد بس انا بوريكم الطريقة بتاعتها. آآ مسلا وصلت للطول اللي انا عايزها. آآ باسحب الحلقة اللي على الابرة بوسعها شوية كده. بالشكل ده. وعندي الخيط بتاعي جوه. جوه البرتوفيه. اهو. وببدأ اسحب الحلقة دي من اخر غرزة آآ منزلقة. او اول غرزة. سواء الغرزة اللي انا بدأت منها او الغرزة اللي انا نهايت فيها غرز المنزلقة. باسحب كده. وبدخلها جوه الشغل من جوه. شايفين? انا دخلت الحلقة من جوه. دخلتها جوه. وعندي طرف الخيط اهو. ببدأ اعديه من الحلقة دي كده. الشكل ده. وباسحب عشان اضيق الحلقة. بقى شكل الايد عندي كده. انا عملت الايد في الجنب وفي نفس الوقت ما عديتش الخيط من غرز المنزلقة اللي انا اشتغلتها فوق. تمام? هيبقى شكل طبعا انت هتعملي الايد اكبر من كده. آآ زي ما قلت لكم انا الخيط خلص معايا ومش هعمل ايد بالخيط. هحط له سلسلة او اي حاجة زي ما هنشوف مع بعض ان شاء الله. انا بس بوريكم الطريقة. بعد كده بتنضاف الخيط الزيادة ده. آآ داخل الشغل من جوه في غرز الحشو من جوه. وبيبقى الشكل عندك الشكل النهائي للبرتوفيه بتاعك كده. تمام? بالشكل ده. لو انت مش هتعملي ايد بالخيط. هنبدأ نفك بقى اللي احنا عملناه ده. عشان نشوف هنقفل السطر بتاعنا ازاي. انا عندي بقى الخيط اهوت بفكه. وبرجع تاني لاخر غرزة منزلقة. بالشكل ده كده. برجعه جوه تاني زي ما كان في الاول خالص. كده آآ انا وصلت اخر غرزة منزلقة. بسحب الخيط بتاعي من اخر غرزة بالشكل ده كده. طبعا انت لو ما عندكش خيط كتير او عندك خيط كتير بتقصي. لان احنا كده خلصنا شغل. انا كده سحبت الخيط من اخر غرزة منزلقة. تمام? بفوت اول غرزة انا اشتغلتها بروح تحت تاني غرزة. بتاحت حرف وبسحب خيط. بسحب الخيط بتاعي بدخله كده جوه. انا كده فوت اول غرزة منزلقة انا اشتغلتها لان هعمل واحدة هتحل محلها. اللفة بتاعت الخيط اللي انا بلفها دي هتحل محل الغرزة بتاعت المنزلقة الاولى اللي انا فوتها تحت. بعد كده برجع اسحب الخيط تاني من الغرزة الاخيرة. من نص حرف كده. هوريكو برضو اكتر. عندي الخيط اهو. سحبته من اخر غرزة. وبعدين فوت اول غرزة منزلقة ودخلته من تحت تاني غرزة. هبدأ تاني في اخر غرزة بدخل في نص حرف وبسحب الطرف التاني من الخيط. بالشكل ده كده. وبسحب الخيط بتاعي بداية. شايفين? الغرز كلها بقت شبه بعضها. عملت غرزة سلسلة. حلت محل غرزة المنزلقة اللي انا فوتها في الاول. بكده اكون خلصت الفتحة او غرزة المنزلقة بتاعتي او البرواز. مش الشكل اللي احنا شايفينه ده. هبدأ ادخل آآ الخيط ده بقبرة التنظيف. جوه. هجيب قبرة التنظيف ونلضمها مع بعض. عندي قبرة التنظيف بتاعتي اهي. بقص كده طرف الخيط ده عشان الولاعة. طيب هلضم الخيط بقى وارجعلكو تاني. انا لضمت الخيط في قبرة التنظيف. هنبدأ ندخله جوه الشغل بتاعنا وندريه تحت غرز الحشو من جوه. بادخل كده تحت الغرزة اللي فوق دي. وبسحب الخيط كده. وبقلب كده الشغل بالراحة كده وبداري الخيط اللي معايا تحت غرز الحشو من جوه. بالشكل ده. طبعا هنضف آآ جزء من الفتلة اللي معايا دي عشان طويلة وهقص الزيادة. فانا هبدأ بقى هنضف باقي الخيط وبعدين ارجع لك عشان نركب البطانة مع بعض. آآ انت لو حابها تسيبه من غير البطانة وتركب السست على طول. شكله نضيف من جوه وجميل زي ما انتم شايفين كده. آآ بس هنزي ما قلتلكو في اول فيديو آآ حابة ان انا هحط له بطانة. وهنشوف مع بعض طريقة جديدة ومختلفة آآ لعمل البطانة. وهعمل له بطانة وهعمل له جيوب كمان. آآ زي ما هنشوف مع بعض. آآ خلص تنظيف الخيط وبعدين نرجع نشوف هنقص البطانة بتاعتنا ازاي. وارجعت لكم تاني بعد ما نضبت الخيط آآ جوه البرتوفيه بالشكل ده. وجبت البطانة عشان نشوف هنقصها ازاي. انا بجيب البرتوفيه بتاعي كده. وبجيب البطانة البطانة المتوفرة عندي حاليا. بجيب البطانة بتاعتي وبتني كده جزئين على بعض بالشكل ده. وبحط البرتوفيه كده من فوق. وبسيب حوالي نص صنطي من الجنب اليمين ونص صنطي من الجنب الشمال ونص صنطي من فوق. طبعا نص صنطي ده انا هخيط فيه. وهخيط بالمقاس بتاع البرتوفيه بالزبط. عشان لما سقط البطانة في البرتوفيه بعد ما اجهزها تبقى المقاس بتاعها نفس المقاس بتاع البرتوفيه ما تبقاش لوسعة ولا دايقة. بسيب نص صنطي من هنا ونص صنطي من هنا ونص صنطي من فوق. تمام? بالشكل ده كده. وهبدأ اقص البطانة بتاعتي. بلف كده عشان اشوف الجنب التاني. وبقص كمان من الجنب التاني كده. طبعا لو اتعوجت منك ولا حاجة بتزبطيها بعدين. انا هشيل البرتوفيه كده. وهبدأ اطبق كده. انا كده قصيت الجزء اللي هو مقاس البرتوفيه بالشكل ده. لو حطينا كده. سيبين هنا نص صنتي وهنا نص صنتي وفوق نص صنتي تمام? هبدأ قص كمان قطعة زيها بالزبط. بنفس المقاس بتاع العرض بس في الطول هتبقى اقل منها. القطعة اللي انا هعملها جبين. هعمل الجبين آآ بقطعة واحدة من القماش. فانا هقص القطعة كده ونرجع نشوف آآ هنخيطها ازاي. انا قصيت يا جماعة قطعة كمان من البطانة القطعة اللي انا هعملها جبين. هعمل الجبين بقطعة قماش واحدة زي ما انتم شايفين كده. قصتها نفس المقاس آآ في العرض. نفس مقاس القطعة الكبيرة في العرض. بس في الطول اقل منها. آآ طبعا اللون اسود مش بين معي فانا جبت ورقة عشان اوضح لكم بها آآ اكتر في التصوير. نفرد ان القطعة الصغيرة هي الورقة البيضة دي. هتبقى بالشكل ده. هتبروزي فتحة الجيب من هنا. بخيطة كده شكلها ظريف. وهتبروزي فتحة الجيب التاني من فوق. الجامب التاني. وهنبدأ نخيط القطعتين مع بعض من النص كده. الخيطة اللي في النص دي هتبقى في القاعدة بتاعة البرتوفيه. تمام? بحيس لما نتني القطعتين على بعض بالشكل ده. ونخيط من اليمين ومن الشمال. طبعا نخيط الاربع آآ الاربع قطعة مع بعض. خيطة واحدة. هنبقى نفتح البطانة بتاعتنا كده بالشكل ده كده. يبقى عندي جبان في النص من جوه. من البطانة من جوه. تمام? اتمنى تكون الفكرة وصلت. فانا هجهز بقى البطانة بتاعتي كده وزبطها. القطعتين مع بعض زي ما قلتلكم. واجهز الجيوب. وبعدين نرجع نشوف هنكمل ازاي. انا كده خلصت يا جماعة خياطة القطعتين ببعض بالطريقة اللي انا قلتلكم عليها. اتمنى يا رب تكون الفكرة بتاعت الطريقة وصلت بشكل صحيح. عندي الجزء ده اللي هو القطعة الصغيرة اللي في النص اللي جوه. دي اللي انا هعملها الجيوب بتاعت البرتوفيه. بروزت من هنا عشان ده هيبقى جيب. وبروزت كمان الجزء التاني عشان هيبقى الجيب التاني. وخياطة القطعتين ببعض من النص. الخياطة دي اللي هتبقى في قاعدة البرتوفيه من جوة. تمام? آآ بحيس ان انا لما بقيتني كده البطانة على بعضها عشان ابدأ اخيطها بالشكل ده. هبدأ اخيط طبعا بنفس الخيط اللي انا خيطت به مش هقصه. اخيط كده الجنب اليمين ده لحد فوق. وبعدين ارجع اخيط الجنب الشمال. طبعا هخيط الاربع. الاربع جوانب مع بعض. الجنب ده كده. والجيب ده. والجيب التاني. والجنب التاني. تمام? الاربع قطع دول. هخيطهم كلهم مع بعض خياطة واحدة. بحيس ان انا في الاخر لما افتح البطانة كده الاقي جوه جبين عندي صغيرين في البرتوفيه. بالشكل ده كده. تمام? معلش انا اسفل البطانة اللون الاسود مش باين كواس في التصوير اتمنى انه هو يكون واضح يعني. فانا بجيب الخيط بتاعي اللي انا خيطت بي ده. وببدأ. طبعا انت لو عندك مكان هيبقى الموضوع بالنسبة لك سهل. بتخيط على المكان على طول. وببدأ اخيط بقى. بسيب كده زي نص سنتي في الطرف بتاع البطانة. وبسبت الخيط كده بالشكل ده كده وبرزتين ورابعة. وطبعا ببدأ اخيط. ممكن تسراجي الاول مرة وبعد كده بتعيد عليها. مرتين عشان تبقى الخياطة مزبوطة وتبقى متماسكة. هخيط بالشكل ده كده. لحد ما وصل للاخر. وبعدين هخيط الجنب التاني كمان. ونرجع نشوف هنخيط البطانة في البرتوفيه ازاي. انا كده خلصت يا جماعة خياطة البطانة من بره عدت عليها مرتين. زي ما قلتلك عشان تبقى متماسكة اكتر. بقى الشكل عندي كده. بفتح كده من جوه. بلاقي الجبين عندي اهو. جيب هنا وجيب هنا. هجيب البرتوفيه ونبدأ نشوفها نخيطها ازاي. طبعا انا بتني كده البطانة نصف صنط كده من فوق من الجنب ده. ومن الجنب التاني كمان عشان آآ نعرف نخيط. بحدد كده لنفسي الجزء اللي انا هخيط فيه بالشكل ده كده. اهو. وبجيب البرتوفيه. وبسقط البطانة كده جوه. شايفين بنفس المقاس بالزبط. عشان كده بقول لكم قص من بره. البطانة بنفس المقاس البرتوفيه. عشان لما نركبها جوه تبقى نفس المقاس بتاعه وما تبقاش واسعة او ضيقة. بابدأ بقى قتني باجي من اي جنب كده. جنب العليمين مسلا. وبقى تني الجزء اللي انا تانيته. وهبدأ من هنا كده. بجيب الخيط بتاعي طبعا اخيط بنفس اللون الاسود. بالشكل ده كده بزبط البطانة بتاعتي. وهجيب الابرة والخيط وهبدأ اخيط. الخيط كده كده مش هيوصل لبرا ومش هيبان معايا. ممكن برضه تعيد عليها مرتين عشان تتثبت كويس. بسرك كده الاول. وما تشديش ايدك في الخياطة خالص عشان ما تلمي الشغل ما يلميش معايا. هيبقى الشكل زي ما انتم شايفين كده. تمام? هبدأ اكمل بقى خياطة البطانة وبعدين نرجع نشوف الخطوة اللي بعد كده. هنعمل ايه? انا كده خلصت خياطة البطانة يا جماعة بالطريقة اللي شفناها مع بعض. بقى الشكل عندي كده. دول الجبين اللي انا خيطهم جوه البطانة جبين كبار واسعين. واحد في الجنب اللي قدام واحد في الجنب اللي وراء. وطبعا البرتوفيه نفس واسع جدا زي ما انتم شايفين كده بالرغم من المقاسات الصغيرة اللي انا اشتغلت عليها. كنا اشتغلنا المقاسات بتاعتنا تمنتاشر في عشرة. اه زي ما شفنا مع بعض. اه دي كانت طريقة جديدة ومختلفة لعمل البطانة. غير الطرق اللي شفناها قبل كده في الفيديوهات على القناة. اتمنى يا رب تكون عجبتك وتكونوا استفدتم منها. هنبدأ نخيط السوستة بتاعتنا. انا جبت السوستة جاهزة. وطبعا السوستة الجاهزة معظمها بيبقى الجرار بتاع صغير كده. فحطيت الاكسسوار ده عشان يبقى فيه سهولة في ان انا افتح آآ واقف السوستة بتاعتي زي ما انا عايزة. وجبت كمان خيط وابرة. الخيط لون السوستة او لون البرتوفيه حسب ما انت عايز. هنبدأ نخيط السوستة بتاعتنا كده بالشكل ده بافتح السوستة. وباجي من الجنب كده وبزبط الجزء اللي هو ده ما في وش اللي ما في وش سوستة ده. بخليه كده على على اول الجنب اللي هو العليمين. وبخلي طرف السوستة على الطرف او على الطرف بتاع غرزة الحشو. زي ما شفنا قبل كده في معظم الفيديوهات. طريق تركيب السوستة. وبدخل كده من جوه. وبطلع من غرزة المنزلقة اللي عندي في وش الشغل دي. بالخيط بتاعي. وبرجأ ادخل تاني من جنبها. وبحاول اخلي المقاسات بتاعة الغرز عندي مزبوط عشان يبقى شكل الخياطة كويس. نصف سنتي مسلا بين كل غرزة وغرزة. وبحاول برضو اخلي الخيط بتاعي ما يبنش من بره. حتى لو كان نفس اللون. بالشكل ده. بستمر بقى بنفس الطريقة لحد ما وصل لنهاية السوستة واخاية السوستة بتاعتي كلها. هوريكو برضو شكل الخياطة من جوه. نعمل كمان غرزتين عشان اتبان اكتر. بسحب الخيط كده. وبرجع به بعد مسافة نص سنتي. شايفين شكل الخياطة زي خياطة المكنة بالزبط. تمام? هكمل بقى خياطة السوستة بتاعتي وبعدين نرجع نشوف الشكل بتاع البرتوفيه عامل ازاي? انا كده خلصت يا جماعة خياطة السوستة بتاعتي بقى الشكل النهائي للبرتوفيه زي ما انتم شايفين كده شكله جميل جدا وبسيط. وركبت كمان ايد سلسلة مع جنش. طبعا انت اللي مش متوفرة عندك سلسلة ممكن تعملي ايد بنفس الخيط اللي انت تشتغل به زي ما شفنا طريقتها مع بعض في الفيديو من خلال الشرح. دي السوستة بتاعتي شايفين سهلة ازاي في الفتح وفي القفل. وانت بالخياطة طبعا ما تشديش ايدك في الخياطة خالص. عشان السوستة ما تلمش معاتي. ده شكل الخياطة من جوة. وزي ما انتم شايفين كده البرتوفيه بتاعي حتى في محفظة وحتى في موبايلات. تمام? شكله جميل جدا وواسع جدا من جوة. آآ طبعا في شكله البسيط ده لو حابة تسيبيه من غير تزين شكله جميل جدا. ولو حابة تحكيه لي اكسسوارات معدنية او اكسسوارات كروشي. زي وردات زي دي مسلا. هتسيب لكم ان شاء الله في صندوق الوصف لينكات لبعض الوردات. طريقة عملها. عشان لو حابين تعملوها وتزينو بها طبعا بالوان مناسبة للون الخيط اللي انت اشتغلت بيه. هتمنى يا رب يكون الفيديو النهاردة عجبك وتكونوا استفدتم منه. فلو عجبكم الفيديو اعملوه شير ولايك. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة يسعدني ويشرفني اشترككم في القناة. فاشتركوا وفعلوا جرس على الكل عشان تتابعوني. وعشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد انا بعمله. وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. وشكرا لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.